سريعاً سريعاً كده أول فيديو معانا النهاردة فيديو رومانسي للغاية وهو مهندس طلب إيد حبيبته موزيعة الراديو بطريقة رومانسية على الهواء فاجأ المهندس الفلسطيني محمد اللحلوح حبيبته الموزيعة تمارة حبيبة بطلب إيديها أمام كل مستمعيها على برنامجها الإزاعة اللي بتقدمه على إزاعة النجاح الفلسطينية طبعاً زي ما حنشوف الفيديو كده الأول ونرجع نعلق عليه لأن الصراحة الفيديو يشرح القلب تعالوا نشوف سببين معكم في صباحك بلد متابعينا الكرام فيما يتعلق في الموضوع لترحنا قبل دقائق مع ست عروب جملة حول الحب بعد الزواج وقبله هناك مشارك عبر الخط الهاتفي حول هذا الموضوع صباح الخير صباح الفل بيحكي أنا عن موضوع الحب قبل الزواج وبعد الزواج وعن موضوع الحب بشكل عام طبعاً حبت تعرفنا بحضرتك ولا لا كيف؟ حبت تعرفنا بحضرتك ولا مواطن أكيد تفضل أكيد أكيد طبعاً بيحكي معاك محمد الحلوح أو المهندس محمد الحلوح طبعاً أنا بدي أحكي نقطة كتير مهمة أنت في يوم الأيام كتبت عني وكتبت أني أو لقبتيني بيرقب اسمه مهندس الفرح تمام؟ فهذا اللقب صار أنك ينزلوني فيه بكل مكان طبعاً أنا بدي أوضح شغلة كتير مهمة أنه بدأ أقولك أنه إذا تسمحيكي أني أهندس فرحي وعرثي معاك أنا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راتي فيكي أزام كل الناس أنا بدي إياكي على سنة الله ورسوله وبدي أشهد كل اللي تعمل عيننا وأشهد ربي أنه أنا بحبك وبدي إياكي على سنة الله ورسوله أشهد بدي إياكي على سنة الله ورسوله كله نحس عليك في حب بعينيك بدي كل الناس تقول لنحب ما هاي نهي أهنا نطلع على الإيزاع وأحكي عنك شي ساعة خبر وصطنا للناس حقيقة مش الإشاعات ولصرخ على الميكروفون حبك والله تحبي ويسمعني مية مليون أو يسمعني مية مليون أنا والله طالب أورو أو يسمعني مية مليون أنا والله طالب أورو الحب حلوة على فكرة والحركات اللي من النوع ده على قد ما فيه ناس ممكن تشوف تصرفات دي فيها نوع من أنواع السطحية أنا في رأيي إنها حتى لو سطحية هي بجد بتعمل ذكرى لطيفة جدا تأثيرها بيدوم كتير يعني ما أعتقدش إن مع كل مواقف سلدي حيمر بيه الكابل دول الحقيقة مش هيفتكروا اللحظة دي ويبتسموا ويعدوا المواقف البيخة اللي أكيد هتعدي غصبا عنهم في علاقتهم أنا عايزة أقول لهم ربنا يتمم لهم بخير ويساعدهم ويحمي حبهم طول ما العمر إن شاء الله عايزة أقول لكم يعملوا زيهم يا جماعة فقلوا بتحبوهم إن شاء الله بحاجة بسيطة جدا بحركة لطيفة بجزة جميلة يعني أكيد هتبسطوهم وحيفتكروا لكم الحركات اللي من النوع ده اللي فيها إعلان عن الحب وفيك إحنا أصلينا عندنا مشكلة جدا في المجتمعات بتاعتنا إن الرجالة ما بتحبش تعلن حبها بتشوف ده نوع من أنواع الضعف أو نوع من أنواع الحاجات دي همنتكلمش فيها منعملهاش قدام الناس بس إعلان الحب قدام الناس لما خلاص بيكون يعني قررت الجواز من الست دي أو إنتي قررت إن كنتي تتجوز الراجل ده مش عيب خالص إن الراجل يعلن حبه وإن الست كمان تعلن حبها بطريقة لطيفة تقول بيها الراجل ده بتاعي والراجل يقول إن الست دي بتاعتي بمناسبة المفاجآت